النهاردة بيكمل منتخب مصر لكرة اليد حضوره الأولمبيا الكبير في أولمبياد توكيو 2020 بعد ما حقق منتخب مصر إنجاز كبير بيخليه هو أول منتخب عربي وأفريقي يوصل لنص نهائي كرة اليد في الألعاب الأولمبية ده اللي حققوا الفرعنة واللي بيكملوا مسيرتهم النهاردة طبعا بيطمعوا وإحنا كمان طبعانين معاهم في تحقيق إنجاز تاريخي أكبر بالحصول على الميدالية البرونزية بعد الفوز على إسبانيا في مباراة النهاردة اللي أكيد مش هتكون سهلة وإحنا متوقعين إنها مش هتكون سهلة لكن إن شاء الله يستمر الفرعنة في بسالتهم وأداءهم البطولي ويحقق إنجاز أكبر لمصر والعالم العربي والأفريقيا تفاصيل أكتر هنقشها مع ضفنا في الستوديو الناقد الرياضي سعيد علي صباح الفل أهلا بحضرتك صباح النور علي صباح خير أستاذ خلينا نبدأ معاك بالمباراة النهاردة والتوقعات طبعا هي مباراة صعبة جدا مدرستين متشبهتين يعني إحنا لما نشوف المدير الفني للمنتخم مصري هو مدير فني إسباني والمدرب اللي قبله إسباني ده كان وفق السياسة والستراتيجية واضحة لتحاد المصري لكرة اليد إن إحنا بنختار تاكتك يناسب المواصفات والإمكانيات اللي عندنا فالمدرسة الإسبانية قريبة جدا جدا من المدرسة المصرية في التكوين الجسماني في وعي اللعبين وزكاءهم الخططي فإحنا وإسبانيا مدرستين متشابهين جدا ومن هنا بنشوف إن المباراة اللي اتنين داخلين بنفس الحصوص ومن هنا الصعوبة المباراة مفيش حد ليه أفضلية عن تاني فهتكون مباراة صعبة جدا جدا على الطرفين لكن إحنا بنشوف إن إحنا حوافزنا ودوافعنا أكبر في إن إحنا إن شاء الله نحقق ميداليا الجميع مترقب من هذا المنتخب ميداليا يستحقها بالفعل بعد شغل سنين توجدها جدا جدا مش بس شغل في الأولمبيايات الحالية فقط يمكن فيه ضغوط كتير عليهم لأن إنت لما بتدخل وإنت الطرف المطالب بشكل أكبر إنك تحقق الميداليا فده بيخلق ضغوط وصعوبات أكتر لكن يمكن كان فيه رسالة مهمة جدا جدا من الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد المباراة الأخيرة خففت الضغوط شوية لأن بشكل واضح جدا اتقال للناس شكرا على الروح والإصرار شكرا على ما قدمتوه إحنا بنفتخر بيكم دي كان لها دور مهم جدا جدا عند اللعيبة تخف عليهم الضغوط النهاردة تخلينوا يلعبوا بقريحية أكبر وإن شاء الله نحق الميداليا صحيح بسم التدوينة دي كانت مهمة جدا في نفسية اللعيبة بمتفرق طبعا نهما شفناهم بعد الماتش اللي فات كابتن وكان كتير منهم زعلانين طبعا وبيبكوا على الهزيمة مع نهاية قدام منتخب قوي جدا عملوا اللي عليهم ومؤثروش ومع ذلك هم واضح أن هم كانوا داخلين وعنيهم على الذهب صحيح لأن احنا المنتخب المصر الكورت اليد شخصيا أنا لما بيتكلم عنه بشوفه أنه أعظم جيل لفريق جماعي في أي لعبة جماعية في مصر يعني الجيل الحالي مش بس في اليد لا في كل الألعاب الجماعية احنا بنقدم جيل استثنائي بنشوفه النهاردة والصحافة العالمية بتضعه مع أهم منتخبات ودول العالم لأنه فعلا وفق الأرقام والنتاج اللي حققها في البطرات الأخيرة سواء للأولمبياد أو كاس العالم أو حتى كؤوس العالم عن مستوى الشباب والنشئين هذا الجيل قدم أرقام استثنائية خلتنا من روح منطقة بعيدة جدا جدا لأن احنا مع اتحاد اليد الحالي حققنا كاس عالم نشئين حققنا برونزية شباب المنتخب الأول حصل على مركز تامن ثم سامن ثم سابع فده النتاج دي محققهاش غير سبع منتخبات بس في التاريخ فأنت لما تكون متواجد في نفس المكان مع أهم سبع منتخبات في التاريخ فده عمل وراء شغل كبير جدا 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 نستحق عليه كل التأدير